الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين يقول رب العالمين وقولوا للناس حسنا قولوا ما يفرح القلب ما يجمع ولا يفرق ما يدخل السعادة على النفس وعلى الآخرين كلام طيب يصعد إلى رب العالمين لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا يقول رب العالمين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب يصعد إلى الطيب جل وعلا فمع صعوده يرفع العبد فيكون من الأقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا إيانا عن هندسة ربانية عظيمة في جنات النعيم قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قام أعربي قال لمن هي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام أول شيء لمن أحسن الكلام لمن كان كلامه طيب لمن كان يخفف على الآخرين لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام فقدم المساعدة باللسان وبالعمل وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام هذا شأن عباد الله الكرام أما عن الآخرين الذين لا شأن لهم إلا بدمار حياة الآخرين من شائعات وأقوال لا تليق أبدا ولا يقبلها أبدا على نفسه فلماذا يقبلها على غيره أكم من أقوال دمرت أسرا بأكملها أكم من أقوال وشائعات لا أصل لها كانت سببا في قتل سببا في دمار سببا في تشرد وقبل أن تدمر حياة الآخرين فإنها تدمر حياة هذا المسكين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه أي إذا لم يستقيم اللسان فقل على الإنسان السلام قال جل وعلا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت لها أصل وجذر في الأرض إذا ما أردت أن تبحث عن أصلها وجدته وفرعها في السماء ترفع من شأن صاحبها وكذلك ترفع ككلمة طيبة إلى خالقها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشأن الشائعات إذا أردت أن تصل إلى أصلها لا تجد مجرد كلام في كلام كشجرة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فإذا ما أراد العبد الثبات في الدنيا وفي الآخرة فعليه أن يتثبت في أقواله وفي أفعاله يكن من أهل الثبات كما قال جل وعلا في الآيات التي تليها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما عن الآخرين ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء هناك أناس اعتادوا على الكلام الطيب اعتادوا على تفريج الكرب اعتادوا على رفع العناء عن غيرهم وربما في كلمة بسيطة يكون الردوان قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وهناك آخرون اعتادوا وتعودوا على الخوض في أعراض الآخرين وفي قيل وقال وفلان وفلان وما إلى ذلك قال صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يظن أنها سهلة فيهوي بها في جهنم قولوا للناس حسنا تعلوا في الضراجات فوق الصيام والصلاة والصدقة نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة أركان الإسلام ما هو يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين على العكس الذين تكلمون ولا يدرون بشعور غيرهم فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين اللهم اجعلنا من أهل القول الحسن يا كريم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين